المسلم الأصل فيه أنه يستعمل الألفاظ الشرعية التي وردت في الشرع يعني إنسان صنع لك معروفا كيف تكافئ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جزاك الله خيرا هذا أفضل شيء أفضل من أن تقول له رحمة أو تقول له سباسيبة مثلا أو بالقلقيز يش يقول رحمة لا يقول جزاك الله خيرا لازم نعلم الناس لكن ممكن هو يقول طيب رحمة هذا الدعاء نقول أي يوم أفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاءك أنت هذا الدعاء في الطريق أخي في الطريق أتقابل معه بالقلقيز يعطي غادي ما يصلح لا أول شيء السلام عليكم بعدين ممكن يقول له قاندا مفهوم أي نعم إذا لابد أننا يعني نعلم الناس الألفاظ الشرعية نعم حتى يعرف بعض الناس حتى الكفار يعرفوا أننا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم شو الله عدم دار شنش كريك يليك بوزا قافر لارد شنش كريك بسوار جاشو أغسطا ماملا ويستفا يغم برسل الله سلامه سننتون قولون أغسطا قولون أغسطا كينسك بلسنة